قد يتعرض أي مواطن لعضة كلب أو قد يصاب بمرض تنقله هذه الحيوانات السائبة والمنتشرة بكثرة والذي سبب هذا الانتشار هو عدم وجود مكافحة من الجهة المعنية والأمر الذي بات يزعج المواطنين ويعرض حياتهم للخطار في كل شارع من شوارع العاصمة بغداد لا بد أن تصادف كلبا أو اثنين أو قد تكون على صورة مجاميع هذه الظاهرة التي انتشرت بالفترة الأخيرة والسبب الرئيسي هو ضعف حملات مكافحة الحيوانات السائبة والذي جعلها تنتشر انتشارا يزعج سكنة بغداد ويعرض حياتهم للخطر إضافة للصورة غير اللائقة التي يعكسها وجود هذه الكلاب في هذه الحالة وجب تدخل الجهة الحكومية المختصة بهذا الأمر وتشكل لجان وتفعيل الدوريات الجوالة لإنهاء وجودها والله يا أخي هالي الكلاب عندنا موجودة هنا متوفرة بشكل فضيع يعني تقريبا من 9 إلى 12 كلب يفترون بالمناطق خطيئة لا ليل الليل ولا نهر نار وما نقدر نسيطر عليهن لا يوجد أحد من الصحة يجي عليهن يقضي عليهن يعني مفروض هنا هسا عندنا كو حملة مع الكلاب السائبة هاي مسؤولة عليها جهة معينة سوى حملة عليها أما يعني شيرها من الخارج المنطقة هاي وتوديها تقريب مناطق غير يعني مناطق بعيدة عن السكان وعن بعيدة عن المجتمع لأن هاي حالة خلحة بغير الأساليب الخاطئة في كيفية مكافحة هذه الحيوانات وبحسب مختصين في هذا المجال هي السبب في زيادة أعدادها الأمر الذي أخذ يهدد حياة المواطن ويشكل خطرا عليه فقد يعرضه للإصابة بالأمراض التي تؤدي بحياته طبعا هاي الكلاب بعض من عندها يحمل الأمراض خطيرة الأخطر مرض اللي هو ينتشر عن طريق الكلاب اللي هو داء الكلب اللي هو السعار طبعا هو هذا يعني مرض مميت وخطير يعني لا سمح الله ذائي مواطن يتعرض له فنهاية حتمية يعني ما ألها علاج بين الصورة غير الحضارية والخضر الذي يهدد سلامة العراقيين لا يزال دور محاربة الحيوانات المتشردة غير مجدن مما يعني ازدياد أعدادها وانتشارها بصورة أكبر من بغداد محمد فراس قناة التغيير شكرا 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 شكرا